قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد فيلمنا بيبدأ باتنين رجالة وهم بيشتروا معدات وبيجهزوا قوضة وبيرتبوها وبيعملوا اكتر من قفل للباب وبيتأكدوا انها متأمنة كويس وما فيش اي مخرج ولا صوت بيطلع منها وبيطلعوا بالعربية وبيقفوا في مكان وبنعرف انهم وقفين علشان يخطفوا اي بنت تعدي ولما بتيجي الفرصة بيغطوا وشهم وبينزلوا يخطفوا بنت معدية وبيروحوا بيها للبيت ولما بيوصلوا بيدخلوها للقوضة وهي بتحاول تفلت منهم لكن مش بتعرفوا بيكتفوها من رجليها وإيديها وكل ده بيكونوا مخبيين وشه ومش بتتعرف على شكلهم كمان بيفضلوا يصوروها وبيشيلوا الغطة من على وشها وبياخدوا لها كام صورة وبيطفوا النور وبيقفلوا عليها الباب كويس وواحد منهم بيسأل التاني لو هو بعت الصور وبيعرفوا انه بعتها وبيدخلوا لها تاني وبيعرفوها انهم هيشيلوا المسك من على بقها علشان تشربوا ولو سرخت او عملت صوت هيقتلوها وبيعرفها انهم مش هيئزوها لو تعاونت معاهم ولما بيشيلوا المسك من على بقها بتعرفهم انها عندها طفلة ولازم ترجع لها وهو بيعرف انه عارف عنها كل حاجة كويس وكمان بيشربوها وبيخبوه الشها تاني ولما بيخرجوا واحد منهم مش بيكون عايز يأكل وده بيدايق التاني وبيقوم يزع عقله ويتخانق معاه وبيقولوا انه عارف اللي في دماغه كويس وانه دلوقتي حاسس بالزنب وعايز يسيبها ترجع لبيتها من تاني وبيعرفوا ان ده مستحيل لانهم خلاص خطفوها ولو عملوا ده هيكلفهم حياتهم وهيتسجنوا لمدة 25 سنة وما حدش هيشفق عليهم وبيعرفوا انه هيخرج ولازم يفضل صاحي ويرقبها كويس ولما بيخرج طاحبنا التاني بيدخل عندها وبيحاول يلمسها لكن بيرجع في كلامه وبيطلع من القوضة ولما بيرجع التاني من برة بيعرفوا انه بعث الصور لباباها وطلب منه مبلغ كبير وانه في الاخر كان متردد وفضل يماطل معايا وده لانه دخل الشرطة في المكالمة عشان يعرفوا المكان لكن هو كان ذاكي واتخلص من الموبايل ويزميله بيسأله هيعملوا ايه وبيعرفوا ان باباها محتاج حاجة مقنعة اكبر من كده عشان يوافق يديهم الفلوس وبيدخلوا لها بالكاميرا وبيعرفوها انها هتصور فيديو لباباها وهتطلب منه يديهم الفلوس وإلا هيقتلوها ولما بيفكوا قدها بتتكلم قدام الكاميرا وبتعرف باباها انها تخطفت من قدام البيت ومش عارفة هي فين بس ده بيدايق الخاطف وبيوقف الفيديو بيقولها ما تحكيش قصة حياتها وان شكلها مش خايف وعلشان كده بيخلي ذميله يحط السكين على رقبته عشان تخاف وفعلا بتخاف وبتقول لباباها يدفع لهم فلوس لانهم خطفنها وممكن يقتلها في اي وقت وبتفضل تعايد ولما بيخلصوا الفيديو بيربطوها تاني من ايديها ورجليها وبيخرجوا ولما بيخرجوا بيتفرجوا على الفيديو وبيكونوا شايفينه انه مقنع جدا وبيروحوا الخاطف علشان يبعطوا لباباها وبيأكد على سميله ورقبها كويس ولما بيدخل لها بتعرفوا بالإشارة انها عايزة تدخل الحمام وبيفك رجليها وبيشيل مصك من على بقها ولما بيلف بتقدر تخبطه وتاخد منه المسدس وبتهدده علشان يديها المفاتيح ويسيبها تمشي وهو بيحاول يهديها لكن هي مش بتسمعه وبتضرب رصاصة بس بتيجي في الحيطة وبيقول لها تهدى وبيعرفها انه داني وبيشيل الغطة من على وشه وبيطلع انهم عارفين بعض وان داني حبابها طبعا هي بتتصدم لما بتشوفه وبتقوله ازاي يخطفها ويعمل فيها كده وبيفهمها كل حاجة ودي خطة علشان ياخدوا من ابوها فلوس وده لانه غني جدا وبخيل وانه عارف انها مش بتعرف تاخد منه اي فلوس ولما ياخدوا الفلوس هيهربوا هما الاتنين وهيعيشوا سوا بيها وهي مش بتكون مقتنعة بكلامه خصوصا انه خطفها وخوفها بالشكل ده وبيعرفها انه مقلهاش علشان الموضوع يبان طبيعي وكمان علشان زيميله فيكتور ما يشكش في حاجة وبيطلب منها تتعاون معاوة ساعده وبيقول لها انه طلب من بباها اثنين مليون دولار وبالفلوس دي هيقدروا يعيشوا اغنية بقيت عمرهم في الوقت ده بيوصل فيكتور وبيخبط على الباب وبيقول لها الاحسن تجل المسدس وترجع لمكانها بسرعة وده لان فيكتور مجنون وممكن يقتلها من غير اي تردد لو شافها بالوضع ده وهي بتستجبله وبتجل المسدس وبتطلب منه يبعد فيكتور وما يأزهاش وبسرعة بيرجعها للسرير وبيربطها وبيرجع يفتح لها الباب وفيكتور بيسأله اتأخر ليه وبيعرفوا انها كانت في الحمام وفضلي رائبها وما كانش ينفع يسابها وبيسأله هو عمل ايه وبيعرفوا انه بعث الفيديو لباباها وهو اقتنع بس لسا يتأكد انه هيروح البنك تاني يوم الصبح وبيقوله ينام وهو هيرائبها كويس وبيسأله داني هيعملوا ايه مع اليسا لما ياخدوا الفلوس من باباها وفيكتور بيعرفوا انه هيخلص عليها وهيقتلها تاني يوم لما بيقوم فيكتور بيلاقي الوقت اتأخر وبيضحى داني وبيدخل لليسا بسرعة ومش بيلاقيها بتتحرك وبيكونوا خايفين تكون ماتت لكن بتقوم وفيكتور بيعرفها ان ده معاد الفطار وبيجاهز لها داني الاكل وبيفضل فيكتور يأكلها وهي بتفضل تبص لداني في نفس الوقت اللي داني بيلاحظ الرصاصة على الارض وهي كمان بتاخد بالها وبيكونوا خايفين ان فيكتور ياخد باله وبيتسحب داني علشان يشالها بس فيكتور بيزعق له وبيقوله يفضل واقف مكانه ويرائبها ولما بتخلص الاكل الطبق بيقع على الارض وبيجري داني ياخد المعلقة وبياخد الرصاصة معه وبيخبيها في جيب البنطلون ولما بيطلعوا بيروح الحمام وبيكون عايز يتخلص من الرصاصة بأي طريقة ولما بيرميها في القاعدة مش بترضى تنزل في المية وبيشالها تاني ومش بيكون عارف يسابها فين وفيكتور بيشك فيه وبيفضل يخبط عليه علشان يفتح وبيسأله هو بيعمل ايه وبيضطر داني يبلع الرصاصة وبيدخل فيكتور عليه ومش بياخد باله من حاجة ولما بيخرج من الحمام بيقوله انهم هيكونوا اغنية والاكل هيروح لهم لحد السرير لما ياخدوا المليونين من ابوها ومش هيكونوا فقرة تاني وبيفضل يطمنوا ولما بيطلع من البيت بيدخل داني عند إليسا وبيشيل الغطة من على وشها وبيفكهم بس بيسيب ايديها التانية وبتقوله انه مش بيسق فيها وخايف منها بس هي بتحبه وبتسق فيه وبتنجح انها تخليه فك ايديها التانية وتقدر تتحرك وبتسأله عن خطتهم وبيقول له انها تكون في العربية معهم وهيعملوا عملية التبديل ولما ياخدوا الفلوس هيسيبوها ترجع لباباها وبتسأله هيعمل ايه لو فيكتور نصب عليه واخد الفلوس ليه كله بس هو بيطمنها انه بيسق فيه وبيعرفها انهم لما كانوا في السجن كانوا بيخططوا ياخدوا فلوس من اي رجل اعمال غني وكان اغنى واحد في القيمة بتاعتهم باباها بس هو معرفش فيكتور انه يعرفها وقرروا يخطفوها علشان ياخدوا فلوس منه وبتقرب منه وبتنيمه على السرير وبتوصل ايدي لكلبشات وبتقدر تربط ايد من ايديه وبتسيبو وبيقول لها تفكو بس هي بتعرفو انه خطط يخطفها ودي خططها هي عشان تعرف تهرب منه ولما بتطلع وبتوصل عند الباب بتكون عايزة المفاتيح علشان تعرف تهرب وبتلاقي موبايل على الترابيز وبترن على الشرطة وبتعرفوا منها مخطوفة من اتنين ومش عارفة هي فين بالزبط وبتطلب منهم ينقذوها قبل ما حد منهم يقتلها وبترجع له تاني وبتسأله عن المفاتيح وهي مسكل مسدس وبتهددو بيه وهو بيقول لها ان المفاتيح في جيب البنطلون اللي بيكون جنبه وبتقرب منه بحذر وبتاخد المفاتيح وهي خايفة منه لكن هو بيقدر يحصرها وبيخنقها برجليه وبيقول لها تتزيل المفاتيح ولما مش بتعرف تقامه وبتتزهاله وهو بيفضل ضغط على رقبتها لحد ما بتفقد الوعي وبيقدر يفك نفسه وبيلاقيها قطعا نفس وبيكون مفكر انها ماتت وبيشيلها على السرير وبيكتفها تاني وبيرجع كل حاجة لطبقاتها ولا كأن اي حاجة حصلت وبيروح للحمام وبيستفرغ الرصاصة من تاني وبيكون منهار ولما بيخبط فيكتور عليه بيفتح له الباب وبيعرفوا انه ابوها وافق وعملية التبادل هتحصل دلوقتي ولازم يخدوها ويتحركوا من هنا وبيدخلوا عندها ولما بيكلمها فيكتور علشان تقوم مش بترد عليه ولا بتتحرك وبيسأل داني هو عمل فيها ايه بس داني بيعرفوا انه فكرها نايمة وما جاش جنبها وفيكتور بيقوله ان الماسك خنقها وبيروح بسرعة يجيب برفانات بيشممها لها وبتفوق وداني بيتفاجئ انها مماتتش وبياخد فيكتور ويطلع علشان تاخد نفسها شوية وكمان عشان ما تقولش اي كلمة قدام فيكتور وينكشف قدامه وبيكون فيكتور الآن وداني بيهديه وانه هيفضل معاه وهايساعده يخلصوا من المهمة دي وفيكتور بيطلب منه يطلع يجاهز العربي علشان يتحركه دلوقتي ولما بيدخل عندي إليسا بيشد الغطم من على بقه بس بيلاحظ ان الموبايل اللي كانت بتتكلم منه جنبه وبيسألها هو جال هنا ساي وبيلاقي انها رنت على رقم البوليس وبيفضل يسألها بس هي مش بترد عليه وبسبب ده بيفضل يضرب فيها لحد ما والشاب يجيب ده وبتفضل تضربه وبتندع على داني علشان يروح ينقذها وبتعرفه ان داني هو اللي قالها وهو بيتفاجئ انها كمان عرفت اسمه وبياخد باله من ما كانه رصاصة اللي في الحيطة وبيقولها تحكي له كل اللي حصل وإن لها يخلص عليها في لحظة وبتعرفه انها كانت عايزة تروح الحمام ولما قامت خبطت داني وضربت عليه نار وانه حكى لها الخطة كلها واتفق معها هياخدوا الفلوس ويهربوا سوا وهو بيكون مصدوم من اللي بيسمعوا ان صديقهم قرار يخونه وإليسا بتقوله انه ممكن يغير الخطة من تاني وياخد كل الفلوس للوحده ويقتل داني لو هو عايز بس اهم حاجة يسابها ترجع لبيتها وبنتها ولما بيرجع داني للبيت بيلاحظ ان فيكتور متغير معاه وبيكون خايف يكون عرف حاجة من اللي حصل وفيكتور بيفضل يلمح له انه عرف بس داني بيحاول يكذب نفسه وفيكتور بيفضل يوتره وبيسأله لو هو تكلم معاه في اي حاجة وداني بيأكد له انه ما تكلمش معاه في اي موضوع وبيدخلوا يده لإليسا حقنة منوم ولما بتفقد الوعي بيلفوها في الملاية وبينزلوا بها على السلم وبيدخلوا في العربية لحد ما بيوصلوا المخزن وبيدخلوها جوه وضف غضية وبيربطوها ولما داني بيكشف الغطة من على وشه وهي فقد الوعي بيلاقي اصار ضربة على وشه وبيسأل فيكتور عن اللي حصل وهو بيعرفه انه ضربها لانها عصبت وفضلت تقول كلام تذه نرفزه وفيكتور بيقول له يروح معاه ياخده الفلوس سوى بس الخطة كانت ان داني يفضل معاه يرقبها وده بيضايقه لما بيعرف ان فيكتور غير الخطة من غير ما يعرفه وبيروحه سوى للمكان واللي بيكون جوه الغابة وفيكتور بيأمر داني يروح للمكان اللي عند الاشارة علشان يتأكد ان الفلوس موجودة ولما بيوصل داني للمكان بيندع على فيكتور وبيروح فيكتور بس بيكتشف ان الحفرة فاضية وما فيهاش اي فلوس وداني بيعرفه انهم خدعوهم وعملوا ليهم فخ بس فيكتور بيفجأه وبيعرفه ان الحفرة دي لي علشان يقتله ويتفنه فيها وبيخرج المسدس عشان يخلص عليه وبيعرفه ان اللي سألت له كل حاجة بينهم وانه هيخلص عليه دلوقتي لانه احمق وغبي ويستهل يموت وهنا بينزل داني على الارض وبيفضل يترقى يرحمه ويسيبه عايش وبيفضل يماطل معاه في الكلام وبيحاول يكسب وده باي طريقة لحد ما بيقوم فجأة وبيوقعه على الارض وبيفضل يجري عشان يهرب منه وبيجري فيكتور وراه وبيقفه وبيضربه بالنار فبيقع داني على الارض ولما بيروح له فيكتور مش بيلاقيه وبيفضل يندع عليه بصوت عالي وبيكون داني مستخبي وراه شجرة وهو خايف ومرعوب منه ولما بتفوق إليسة بتلاقي نفسها محبوسة في القوضة وبتفضل تسارخ عشان اي حد يسمعها ويروح ينقذها بس محدش بيقدر يسمع صوتها اما فيكتور بيروح يستلم شنطتين الفلوس وبيركب عربيته الكبيرة وبيبدل الفلوس في شنطة تانية وبيغير هدومه كلها وبيروح يجيب البنزين من العربية التانية وبيكبها على عربيته الكبيرة وبيولع فيها بعد كده بيروح لإليسة وبيعرف ان كل حاجة انتهت وبيجهز حقنة تانية عشان يخضرها وبيكون ناوي المرة دي يخلص عليها وهي بتفضل تسارخ وتترجى يسيبها لحد ما بيدخل عليهم داني وبيخبطه وبيفضل يهدده بالمسدس وفيكتور بيترجى يسيبه عايش وما يقتلوش وبيفضل يستعطفه علشان يبعد المسدس عنه وما يقتلوش وبيعرفه انه تصاب وهيموت ومش هيقدر يصمد لكن لو ادده المسدس مش هيخلص عليه وهياخده يعلجه بسرعة قبل ما يموت وبيحاول يقرب منه ويضغط عليه بالكلام بس داني بيدربه بالنار مرتين وبيقع فيكتور على الارض اما اليسا فبتطلب من داني يفكها ويحررها بس هو بيرفض لانها عرفت كل حاجة وممكن تروح تبلغ الشورت عنه وبيسيبها وبيطلع يركب عربية فيكتور وبيفرح لما بيلاقي شنطة الفلوس فيها وبيكون مصاب ومش قادر يمشي بس بيشغل الاغاني بصوت عالي وبيتحرك بالعربية في نفس اللحظة بيكون فيكتور لسه عايش وبيطلع المفاتيح من شنطة اليسا بس مش بيقدر يناولها لها وبيموت وهي بتفضل تحرك رجليها وتمدها ناحية المفاتيح وبتوصل لها في الآخر بصعوبة وبتقدر تفك نفسها وتخرج من المكان وبتشوف الشارع ومش بتكون مسدقة انها بقت حرة اخيرا وبتلاقي ورقة من الفلوس على الارض ولما بتبص بتلاقي عربية فيكتور وبتروح ناحيتها وهناك بتلاقي داني ميت فيها وبتسحبه وبتخرجه من العربية وبتركب وبتفضل تعايت وهي منهارة لكن بتستجمع قوتها بعد كده وبتلاقي شنطة الفلوس جانبه وبتقرر تاخد الفلوس دي وتهرب بيها علشان تكون غنية وتستمتع بحياتها بيها وبيخلص فيلمنا على كده لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد سلام